أكد السفير أسامة عبدالخالق المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة أن رئاسة مصر لمؤتمر المناخ ستشهد إطلاق مبادرة لاستدامة السلام تهدف إلى المساهمة في تحقيق خطة مصر 2030 للتنمية المستدامة وخلال كلمتي في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول السلم والأمن الدوليين قال السفير أن مصر تتطلع خلال رئاستها لقمة المناخ لمواجهة المساعي الجماعية لتحقيق النتائج الملموسة فيما يتعلق بتغير المناخ أسة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين سيطلق المبادرة التالية الردود المناخية لسدامة السلام وذلك لضماني أن الردود المناخية المتكاملة يمكن أن تساهم في سدامة السلام والتنمية بما يتمشى مع الملكية الوطنية والسياق المحدد لكل بلد وهذه المبادرة تهدف إلى المساهمة في تحقيق خطة ألفين وثلاثين تنمية المستدامة وخطة ألفين وثلاثة وستين للإتحاد الأفريقي وفي الختام نحن نتطلع إلى العمل في ظل رئاستنا لمؤتمر الأطراف السابع وعشرين في ألفين وعشرين لمواصلة المساعي الجماعية لتحقيق نتائج الملموسة فيما يتعلق بتغيير المناخ ولتحقيق التنمية المستدامة لبلداننا النامية مع ضماني سلامها وأمنها واستقرارها وازدهارها ترجمة نانسي قنقر